موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحييكم على الهواء مباشرة وأرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج بلا حدود التقينا على مدى السنوات الثلاث الماضية مع ضيف حلقة اليوم الدكتور محمود جبريل ثلاث مرات تحدث في الحلقة الأولى عن ثقافة العجز عند العرب وفي الحلقة الثانية عن المشروع الأمريكي لإعادة رسم الخرائط في الشرق الأوسط وفي الحلقة الثالثة عن الهزيمة الذاتية للأمة العربية ومن يعود إلى تلك الحلقات يجد أن كثيرا من القراءات الاستراتيجية والتوقعات التي طرحها ضيفنا قد تحققت على أرض الواقع بنسبة كبيرة مما يعني أن أدوات الاستقراء التي استخدمها كانت أدوات صائبة وعميقة وفي مثل تلك الحلقات نسعى أن نقدم للمشاهد بعض مفاتيح الاستقراء وجانبا من أدوات التحليل حتى لا يبقى دائما في دائرة التلقي وإنما ينتقل إلى دائرة الفهم والإدراك والفعل وهذا هو الموضوع الذي نقوم عليه في حلقة اليوم كيف نتجاوز ثقافة العجز التي غمرت بها الحكومات العربية شعوبها وكيف نتجاوز مشاهدة رسم الخرائط إلى المشاركة في صناعتها وكيف نتجاوز ثقافة الهزيمة ونتحول إلى صناعة الانتصارات لا سيما وأن هناك شعوبا كثيرة حولنا نجحت في ذلك وإذا كانت الحلقات الثلاث الماضية قد شكلت ثلاثة أضلاع المربع فسوف نسعى في حلقة اليوم إلى استكمال الضلع الرابع لنتعرف على مفاتيح الاختراق للهيمنة الأمريكية والتي أثبتت تجارب كثيرة أنها ليست بحاجة إلى حكومات منهزمة وإنما إلى شعوب واعية تنتزع حقوقها وتمتلك إرادتها وتسهم بوعيها وعزيمتها في تشكيل خرائط التحالفات الجديدة وفق المفاهيم الحديثة للقوة ولد محمود جبريل في ليبيا عام 1952 حصل على البكالوريوس في الاقتصاد والعلوم السياسية من جامعة القاهرة عام 1975 وعلى الماجستير في العلوم السياسية من جامعة بوترسبرغ في الولايات المتحدة عام 1980 وعلى الدكتوراه في التخطيط الاستراتيجي وصناعة القرار من نفس الجامعة عام 1984 حيث عمل فيها أستاذا للتخطيط الاستراتيجي قضى الفريق العربي الذي صمم وأعد دليل التدريب العربي الموحد وقام بتنظيم وإدارة أول وثاني مؤتمر للتدريب في العالم العربي عام 1987 و88 ثم تولى بعد ذلك تنظيم وإدارة العديد من برامج التدريب لقيادات الإدارات العليا في كثير من الدول العربية منها مصر والسعودية والليبيا والإمارات العربية والكويت والأردن والبحرين والمغرب وتونس وتركيا وبريطانيا ولمشاهدين الرغبين في المشاركة يمكنهم الاتصال بنا عبر أرقام هواتف البرنامج التي ستظهر تباعا على الشاشة أو يكتبوا إلينا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت www.aljazeera.net دكتور مرحبا بك سهلا في 4 فبرايل 2004 كانت حلقتنا الثانية وتحدثنا فيها عن المشروع الأمريكي لرسم الخرائط الجديدة للشرق الأوسط هل تمكنت أمريكا من رسم تلك الخرائط؟ لا أعتقد أن أمريكا تمكنت من رسم حتى ما يمكن حسبانه بـ 25% من مخططاتها لماذا؟ لسبب بسيط أن كثيرا من الأحداث التي تلت الغزو الأمريكي للعراق لم تكن متوقعة ولم تأخذ في الحسبان عند صانع القرار الأمريكي وعلى رأسها مفهوم الإرادة الذي سيكون مفهوما جواريا في حديثنا هذه الليلة إرادة الشعب العراقي لم تكن مأخوذة بالحسبان في الكامل وبالتالي قلبت كثير من الموازين وقلبت كثير من الحسابات هل معنى ذلك أن المقاومة في العراق أجبرت الولايات المتحدة الأمريكية أو منعتها من رسم خرائطها التي كانت تزمع رسمها لمنطقة الشرق الأوسط؟ أصابت القطار بالتوقف والقطار لازال في حال التوقف أو ما يمكن أن يسمى بالبلدوزر الأمريكي ومغزى ذلك الجوهري ومغزاه المهم أن هذا التوقف حدث في المحطة الأولى كيف؟ حدث في حسبان المخطط الاستراتيجي الأمريكي أن العراق كان ستكون المحطة الأولى تتلوها محطة أخرى وذلك لإحتواء القوى الصائدة التي يخشون منها بعد سقوط الاتحاد السوفيتي سواء أوروبا الموحدة أو الصين والهند كما تحدثنا في حلقة سابقا نعم اختيار العراق تحديدا لأنه يمثل موقعا استراتيجيا سواء من حيث كميات النفط الهائلة التي يتمتع بها العراق سواء من حيث قوته الصناعية كقاعدة صناعية تعتبر الأولى في البلاد العربية إبان الغزو في ذلك الوقت القاعدة العلمية العراقية وهي القاعدة العلمية التي نجحت في تطوير تكنولوجيا نووية متقدمة ولعلك تذكر ضرب المفاعل النووي في سنة 1981 ثم القوى البشرية العراقية المدربة والماهرة إضافة إلى القوى الزراعية العراقية فالعراق كان يستكمل مقاومات الدولة الحديثة كانت كل المقاومات موجودة وبالتالي اختيار العراق لم يكن أتباطا لأنه نقطة مفصلية إضافة أنه سيكون نقطة ارتكاز الانطلاق منها في محطات أخرى كون أن القطار يتوقف في المحطة الأولى ذلك حافز كبير لكثير من قوى المقاومة في المنطقة العربية بأسرها بل في دول العالم الثالث أن تستنهض همامها لأن النموذج العراقي نموذج لم يستوعب بعد من حيث المقاومة وممكن أن نتحدث عنه تفصيل هل التغيرات التي حدثت في أمريكا الجنوبية على مدى السنوات الماضية هناك ست دول الآن سكانها يمثل 80% من سكان أمريكا الجنوبية وهناك انتخابات ستقع هذا العام في البيرو والإكوادور ونيكاراجوا والمكسيك أيضا يمكن أن تأتي بحكومات يسارية أخرى هل هذا أيضا له تأثيره على الخرائط وله تأثيره على الرفض الأمريكي بسبب التورط الذي حدث لأمريكا في العراق لا شك أن ذلك صحيح لأن انحصار اللون الأمريكي عن الخارطة الكونية بدأ في التزايد وكون أن كثير من دول أمريكا اللاتينية وهذه الست بالذات تبدأ في هذا التمرد المعلن في شكل سياسات رافضة للتواجد الأمريكي خصوصا في فنزويلا تحديدا والغريب أن المكسيك الآن التي هي على الباب الأمريكي مباشرة بدأت تتخذ خطوات محسوسة في نفس الاتجاه كون أن ذلك يحدث في الفناء الأمريكي هو أيضا له مغزا كبير جدا طرح الاشتراكي المتقدم مرة أخرى بعد أن ظننا أن الاشتراكية قد انحصرت عن خارطة الكون طرح يساري ناضج لم يكن هو الطرح المراهق الذي عهدناه في السابق يحاول أن يقدم بديلا أن في هذا العصر الجديد المعاولم يمكن لإطرحات أخرى أن تطرع غير الطرح الرأسمالي أن العالم الجديد يستوعب كل الألوان ليس اللون الرأسمالي فقط هل المقاومة في العراق وهي مقاومة مسلحة التي أوقفت هذا القطار في المحطة الأولى يمكن أن يضاهيها مقاومة مدنية أو مقاومة للتعبير عن الرأي حدثت في كل من مصر وفلسطين حينما أدل الشعب في كل الدولتين بتأييد قول الطير الإسلامي وللإخوان المسلمين تحديدا قضية التيار الإسلامي هي قضية مشهوبة بكثير من التعقيدات من وجهة نظري أنا وقد أكون مخطئة الولايات المتحدة عندما كانت تدفع بقوة فيما يمكن أن يسمى طرح ديمقراطي معلب لمنطقة الشرق الأوسط لم يكن في حسبانها إطلاقا أن تكون القوة الإسلامية أو التيارات الإسلامية بهذه القوة على الأرض وبالتالي الحسابات الختمية للطرحين الديمقراطيين سواء في فلسطين أو في مصر لم يكن في الحسبان وجهة نظري أن الولايات المتحدة ستحاول أن تستثمر ناتج العمليتين لتقديم نموذج إسلامي بديل لما يعرف بالتطرف الإسلامي مجسدا في القاعدة أو مجسدا في الزرقاوي أو مجسدا في الحوت في اليمن ستحاول أن تقدمها طرحا بديلا وبالتالي ما يحدث في وجهة نظري أنا تجاه حماس هو نوع من الترويذ لأن حماس هي أكثر القوة داخل فلسطين التي تستطيع أن تصل إلى حلول وحلول حاسمة لأن لها تواجد حقيقة على الأرض فهي أكثر قدرة على تنفيذ ما تعيد به لو رجعت للمحطة الأولى في تقرير أعدة بمناسبة مرور ثلاث سنوات على الاحتلال الأمريكي للعراق شارك فيه معظف الصفارة الأمريكية في بغداد مع مسؤولين من القيادة العسكرية الوسطى المسؤولة عن المنطقة تحدثت عنه نيويورك تايمز صحيفة نيويورك تايمز في 13 إبريل الماضي معدوا التقرير قالوا أنهم في حوارات أجريت مؤخرا مع مسؤولين في الإدارة الأمريكية بدأ هناك اعتراف حقيقي بالمشاكل التي يواجهها الأمريكان في العراق حتى أن زلماء خليل زاد كان أكثر وضوحا وقال لقد أطلقت نيران الجحيم حذر في 7 إبريل من حرب أهلية في العراق القطار الأمريكي الذي توقف في المحطة الأولى هل يمكن أن يفجر المنطقة كلها؟ هناك احتمالين الاحتمال الأول أن الولايات المتحدة مثل الملاكم الذي خسر الجولات الأولى بالنقاط ولزال تمامه جولة أخيرة ممكن أن يحدث ذلك في العراق ممكن أن يحدث في إيران في مستقبل الأيام حفاظا على هيبة مفقودة ومرغة التراب فممكن أن يدخل بشكل متهور وبشكل جموح لإنقاذ ما يمكن إنقامه من سمعة أمريكية ومن محافظة على مشروع إمبراطوري يحاول إعادة الحياة إليه هذا السيناريو السيناريو الآخر أن استشراء المقاومة العراقية بهذا الشكل وهي ما يعلن عنه هو قليل من كثير في حق الأمر يعني أنا ممكن أن أشير إلى تقرير صدر من وزارة الخارجية الأمريكية صدر الأسبوع الماضي فقط كان يحاول أن يحصر حركات المقاومة داخل العراق فوجدوا أن الحركات القزمية التي فيها ثلاثة أو أربع أشخاص فقط هذه منتشرة بشكل لا يمكن حصره ولا يمكن رصده ولا يمكن مراقبته وبالتالي لا يمكن السيطرة عليه وجدوا أن الهجمات التي تأتي من مثل هذه الفرق هي الهجمات القاتلة والتي تصيب القوات الأمريكية في العراق في مقتل وبالتالي وليس من المجموعات المعلنة ليس من المجموعات المعلنة التي أشارت نيورك تامزي في ديسمبر لمدى النهر ربما تصل إلى مئة تنظيم أيضا أنا أهدي مثال من حوالي عددين مجلة التايم الأمريكية نشرت حقيقا كاملا عن ظاهرة الأنغام الصغيرة التي تنشرها هذه المجموعات سنة 2005 كانت البلاد المتحدة الأمريكية رصدت 150 مليون دولار لمكافحة هذه المجموعات عن طريق ألغامها الصغيرة نعم 2006 رصدت 3 مليار دولار عشان تشوف النقطة من 150 مليون ل3 مليار لأن تقارير البنتاجون تشير إلى أن هذه الألغام هي الأكثر إصابة وفتكة في الجيش الأمريكي هذا صحيح ومعظمها مصنع يدوي هذا صحيح هل معنى ذلك أننا أمام مفاهيم جديدة للقوة؟ هناك مفاهيم جديدة للقوة والتي أتمنى فعلا أن نفتح أداننا جيدا في حوار هادي في داخل كل دوائرنا العربية على المستوى الرسمي وغير الرسمي لأن العالم الآن أصبح هو عالم الضعفاء عالم الصغار الخريطة الكونية الجديدة فتحت منافذ اختراق كثيرة جدا أمام الصغار للعب أدوار حاسمة كيف؟ أعطي مثال تحالف رأس المال والتكنولوجيا الذي حدث منذ بداية الثمانينات ترتب عنه ثورة صلاة عارمة ثورة معرفية رهيبة أصبح يعرف بمجتمع المعرفة مجتمع المعرفة أساسه الرئيسي وجوهره الاستراتيجي هو الإنسان أولا والإنسان ثانيا والإنسان ثالثا هو الاستثمار الاستراتيجي الأهم لهذا لأنه هو اقتصاد معرفي الاستثمار في الإنسان استثمار في الإنسان هو معرفة ومهارة في الوقت الذي تقوم فيه سياسات كثير من الدول على تدمير الإنسان نحن دائما البشر نرى ظاهرة كمية تحديد نسل تنظيم نسل ولكن عمرنا نرى أنه قوة منتجة دائما نرى أنه قوة مستهلكة فهذه الظاهرة تولد عنها مفاهيم جديدة جدا طرحت ما بين تحالف التكنولوجيا مع رأس المال أصبح الدول ما يعرف بالأو إي سي دي أو دول منظمة التعاون والتنمية الصناعية التي هي دول التسعة وعشرين تمول أغلب بحوث التطوير التكنولوجي بتحدث في العالم يقال أن أكثر من 97% من هذه البحوث تتم في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية براءة الاختراع وصلت من حوالي سنتين إلى أكثر من مليار براءة اختراع أكثر من 93% منها في هذه الدول التسعة وعشرين فهناك احتكار للتكنولوجيا التكنولوجيا عندما تطورت براءة الاختراع هذه حينما تمنح الفرد في العالم العربي يستطيع أن يخترع مثله ومثل الآخر لكن هناك فرق بين عملية تشجيع الاختراع وتبني الاختراع وبين عملية إهمال الاختراع أنا بالمناسبة هذه يتصل علي مخترعون عرب كثيرون بعضهم من الشباب ولديهم اختراعات رقية للغاية حتى أقدمها ولكن يعني ليس التلفزيون هو الذي سيحل هذه المشكلة الآن حضرتك بتقول أن هناك مليار اختراع سنويا المليار اختراع هذا من سنتين عدد براءة الاختراع فأصبحت الثلاثية كالتالي أن العلم يكتشف التكنولوجيا يتصنع والإنسان يتأقلم فأصبح في صبق تكنولوجي وصبق علمي يقود البشرية هذا النوع من الهيمنة التكنولوجية التي بدأت تقود حركة الحضارية في العالم خلقت مفاهيم جديدة غير مسبوقة في الحضارة وبالتالي علماء المستقبليات النهاردة يتكلمون على ما يسمى بالبرادس دائما شفت التحول في الموجة الحضارية ويسموها الحضارة الرابعة الثنائيات اختفت كلمة فقر وغنى هي مفاهيم نسبية الفقر يجب أن يعرف من أول جديد الغنى يجب أن يعرف من أول جديد وبالتالي القوة أصبحت شيء نسبي ولم يعد البقاء للوقوة أصبح البقاء للأسرع هل هناك نمازج لبعض هذه القوة الجديدة التي ظهرت بهذا المفهوم الجديد للقوة؟ نعطي أمثلة نعطي أمثلة في المجال التكنولوجي خلينا نبدأ الأول قوة جزئي الكمبيوتر تتضاعف كل 18 شهر اللي هو التشيب متاع الكمبيوتر تتضاعف كل 18 شهر وتكلفتها تنخفض بسبب تدخل الهندسة الوراثية بعدما كانت تكلفة الجزئي بحوالي 5 دولار فاصلة 7 الآن أصبحت التكلفة أقل من 10 سنت أقل من 10 سنت في معدل أربع سنوات فقط بينما قوتها تتضاعف أصبح هناك تحالف ما بين فروع تكنولوجية مختلفة الموبايل أو التليفون الكمبيوتر وشبكة الاتصالات مع النانو تكنولوجي فبدأت فيه تدعيات وانكشافات جديدة للتكنولوجية للتكنولوجي غير مسبوقة في التاريخ البشري نجي اللي ما يسمى بالنانو تكنولوجي اللي هي قصة القصص النانو تكنولوجي لسه على بداية الأعتاب لأنها كانت محتقرة في المجال العسكري في البنتاجون من الولايات المتحدة فقط الآن بدأت النانو تكنولوجي اللي هي مشهور فيها الدكتور أحمد زويل بدأت تخطو خطوات كبيرة جدا في خلال الخمس سنوات الماضية الولايات المتحدة ست مرات تضاعف إنفاقها على هذا النوع من البحوث في مجال النانو تكنولوجي نانو تكنولوجي يعني التصغير تصغير أقل من الضرة أقل من البليون أقل من البليون ضرة بسيطة جدا يعني زي رأس الإبرة فاللي حصل إيش سبعمية وعشر مليون كل سنة إضافة عن السنة اللي قبلها السنة الماضية في مجال التكنولوجيا فقط ألفين وخمسة كان حوالي عشر مليون فاصلة ستة عشر بليون أسو عشر مليار ستة استثمارات أمريكية متوقع لها في سنة ألفين وواحداشر تصل إلى ثلاثين وثلاثين وثلاثين وثمانين مليار يعني يوريك الزخم الكبير اللي بدأوا في إعطاء لما يسمى بالنانو تكنولوجي النانو تكنولوجي تعني شيء واحد التصغير مع زيادة الأثر زيادة القوة صغير لكن قوته أكبر هذا في مجال التكنولوجيا نجيب في مجال الاقتصاد مجال الاقتصاد أصبحت ما يعرف بالمشروعات الصغيرة أنت لازلت بتكلمنا الآن عن الولايات المتحدة فين مفاهيم جديدة للقوة لدول صغيرة أنا أتكلم عليه أنا مجرد أتكلم عن التدعيات أن العالم يتجه إلى الصغر وبعدين حنجي ليش الصغار استطاعوا النفاذ بسبب هذه المنافذ الاختراق وهندي أمثلة ماليزيا مثال إسرائيل سنغافورة تايوان إيرلندا هذه كلها كانت منافذ اختراق لأن بدأوا مع بدايات التحالف الرسمي للتكنولوجي عمل استشراف المستقبل المقبل على إيش مع بداية الألفية الثالثة سيكون مشهد العالم بهذا الشكل بدأوا في تطوير مناهجهم التعليمية لتخرج مخرجات تعليمية تتوافق مع المشهد الكوني الجديد في بداية الألفية مهاتير محمد مهاتير في ماليزيا مهاتير محمد بدأ في منتصف السبعينات مع بدايات الطفرة النفطية العربية أين ماليزيا الآن وأين بقية الدول العربية لأن الطفرة وظفت في الشيء إسمنت مع حديد مع أبراج شاهقة في السماء مع طرق لازمة مع دبابات يعلوها الصدق في الصحراء لكن كنموزك فقط مهاتير حينما تولى السلطة في 81 في نفس العام الذي تولى فيه حسن مبارك كان وضع ماليزيا أسوأ من مصر في كل الجوانب الآن كيف ماليزيا وكيف مصر ما هي ماليزيا الآن في بعض الأحاديث الخاصة نقول أن ماليزيا لو نسوي عليها فيلم وثائقي ويعرض في كل التلفزيونات العربية والأجنبية سيكون أبلغ رد على اتهام الإسلام بالانغلاق واتهام الإسلام بالتطرف واتهام الإسلام ماليزيا والآن تركيا داخل في نفس المصار في مؤشر تقرير التنفسية العالمي 2005-2006 مؤشر النمو بشكل خاص دولة صغيرة هي فنلندا كانت على رأس منتجة النوكيا على رأس تلك الدول في مجاة الولايات المتحدة في المرتبة الثانية السويد، الدنمارك، تايوانسن، غفورة، رئيس لندا، سويسرا، نرويج، استراليا باستثناء الولايات المتحدة وستراليا الباقي دول صغيرة للغاية تتصدر الآن في التنفسية في مجال النمو أعرف لو سيد أحمد تشوف أحد الجداول ممكن أن يجيب على هذا السؤال اللي هو الجدول اللي بيوضح عدد العلماء وعدد المهندسين بالنسبة للدول المتقدمة هذه الدول اللي حضرتك ذكرتها الآن اللي هو العلماء والمهندس في مجال البحث العلمي 13 اللي هي جدول 13 نعم حتشوف أن عدد العلماء والمهندسين في فنلندا وفي أيسلندا أكثر من عدد العلماء في الولايات المتحدة وبالتالي لا عجب أن لا احتل جدول 14 لا عجب أن تحتل هذه الدول الصغيرة اللي أشرت لها مراكز متقدمة في تقرير التنافسية الدولي لماذا؟ لأنهم أخذوا بأسباب التقدم مقارنة بدول العربية مثلاً لو خذنا مقارنة بدول العربية اللي هو الجدول اللي بعدها رقم 16 حتى أن أكثر الدول العربية لديها علماء ومهندسون هي الأردن ثم تونس يعني 16 على سبيل المستلة وقارنة بلد زي فنلندا لكل مليون من السكان هناك 7,431 يعملون في البحث العلمي مصر فيها 493 فقط نعم شوف الفرق تقريباً يكاد يكون قريب من 20 ضعف نعم في بلد زي فنلندا نعم بلد صغيرة مثل قطر 591 مصر 493 نعم الدول الـ 29 الأعلى دخلاً 3676 نعم في الوقت لمعدلات العاملين في مجال البحث العلمي عندنا لا يوجد فيهم أي اهتمام نعم هذا فقط يعطي نموذج لحضرتك ما هو الاهتمام؟ هذه هي منافذ الاختراق أين أوجه استثماراتي؟ الاقتصاد قايم على أي شيء اقتصاد معرفي أسه وجوهر الحقيقي إذن بحوث وتطوير تعليم يتوافق واحتياجات العصر وبحوث وتطوير ما إنفاق سخي في هذا المجال لو انتقلنا إلى مجال آخر من مجالات التحول في موازين القوة نحو الصغار بدلا من الكبار أو بدلا من الضقامة نأخذ هيكل الاقتصاد العالمي اليوم نشوف المشروعات الصغيرة كيف أصبحت تشكل الجزء الرئيسي من ناتج المحل الإجمالي في أغلب دول العالم المتقدم نعم يعني لو في الإمكان الإخوة يوررونا الشفافة رقم واحد مثلا سنلاقي أن المشروعات الصغيرة في آسيا أصبحت تشكل أكثر من 90% من نسيج الاقتصاد داخل آسيا مفهوم ايه المشروعات الصغيرة؟ المشروعات الصغيرة هو يختلف في تعريفها في اللي بيقول لا يزيد عددهم عن 7 أشخاص اللي بيشتغلوا في المشروع في اللي بيوصلها إلى 20 شخص يعني في دائرة العشرين شخص هم بيأخذوا التمويل رأس مال المشروع إضافة إلى عدد الأفراد اللي بيشتغلوا في المشروع من الأشياء المفارقات الشيقة للغاية إن 52% من صادرات الولايات المتحدة وصادرات ألمانيا تحديدا السنة الماضية وهذه السنة مسؤول عنها منشآت صغيرة لا يتجاوز عدد العاملين بها 19 شخص عجيب يعني 52% من عدد الصادرات فهذه التي تحرب وتدمر في بلادنا للأسف المشروعات الصغيرة اتخذت في بلادنا حل لمشكلة وقتية والإخوة اللي بيشتغلوا في المشروعات الصغيرة في المدن الصناعية للأسف وهناك البطالة مرتبة لأن كانت الأسباب أسباب سياسية بالدرجة الأولى البطالة تستشري في المنطقة العربية أغلب الأنظمة شافت في الوقت الذي تقول في أنت أن 52% من صادرات دول مثل الولايات المتحدة وألمانيا قائمة على مشروعات صغيرة يعمل فيها ما بين 10 إلى 20 شخص ولزال لو نشوف الهند الإخوة ورون الهندي ورون الصيني ورون كوريا الأرقام يعني زي ما يقولوا أصدقوا إنباءة من الكتبية يعني بتطلع أرقام أرقام مهولة فعلا اليابان 88% في المشروعات الصغيرة الأردن 54% جدوا الرقم 4 كوريا الجنوبية 86% سنغافورة 51% تركيا 64% الإمارات العربية 26% المملكة المتحدة 39% الولايات المتحدة 51% والمصدر المؤسسة الدولية للتمويل مغزر هذا الكلام إيش أستاذ أحمد غير أن العالم يتجه إلى الصغر لأن الصغر أصبح أكثر تأثيرا وأكثر قدرة على المناور والحركة لأن ما يسمى في اللغة الإنجليزية القدرة على الاستجابة لحاجة السوق دفع حتى بالشركات المتعدية الجنسية لتجاوز عددها من حوالي سنتين أكثر من 55 ألف شركة على مستوى العالم دفع كثيرا منها لأن هي تفكك تنظيماتها وتنشئ وحدات صغيرة في داخلها يعني هذا الذي كان في العقد الماضي متجه له الشركات بشكل كبير الآن في طريقها إلى التفكك التفكيك عشان تستجيب سرعة في الاستجابة لحاجة السوق لأن الضخامة عملت ترهل وعملت عدم قدرة على الانطلاب بالضبط لأن في الزمان إحنا كنا بنقول أن القوي يأكل الضعيف لأن الصورة اختلفت الآن الأسرع يدوس على البطيء القضية قضية سرعة كيف تحصل على المعلومة توظفها التوظيف المناسب في التوقيت المناسب يعني في الصين على سبيل المثال عفونا يا دكتور جدوى الرقم 6 المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الصين مسؤولة عن 60% من النتج الصناعي الصيني بالضبط يعمل بهذه المشروعات حوالي 75% من قوة العمل في المدن والقرى وهي الوسيلة لإيجاد فرص عمل جديدة وعلى التشغيل العمالة المسرحة من المشروعات كوريا قطاع المشروعات الصغيرة في كوريا بيضم 2.4 مليون وحدة 99% من الشركات الصناعية في كوريا مشروعات صغيرة ومتوسطة بالضبط تساهم بحوالي 50% من إجمال القيمة المضافة الهند قبل ذلك 35% من حجم المنتجات الهندية أيضا من المشروعات الصغيرة وهناك 3 ملايين وحدة صناعية يعني إحنا الآن أمام حاجة بتحارب في بلادنا على شكل كبير بتقوم عليها الدول الناهضة ما هو هذا السؤال يا سيد أحمد ليه المشروعات الصغيرة لما أخذت بها دول عربية كثيرة ومع ذلك لم تنجح هذه الدول في أن تخلق من المشروعات الصغيرة مكونا أساسيا من نسيج الاقتصاد القومي هذا السؤال أطرحه معك بعد الفصل نعوض إليكم بعد فصل قصير لمتابعة هذا الحوار فابقوا معنا أهلا بكم من جديد بلا حدود في هذه الحلقة التي نتناول فيها المعايير الجديدة للقوة وكذلك الخرائط الجديدة دكتور كان السؤال لماذا نجحت المشروعات الصغيرة ويقوم عليها الاقتصاد في معظم دول العالم المتقدمة والنامية ولماذا لم تنجح في الدول العربية لأن هناك اختلاف في التوجه لماذا المشروعات الصغيرة في الدول المتقدمة ولماذا المشروعات الصغيرة في الدول العربية المشروعات الصغيرة في الدول العربية أنا أسميها أبروش أو اتجاه حبة الأسبرين مسكن لأن البطالة كانت تستشري بقوة نتيجة لإقتصاد غير منتج إقتصاد غير منتج لإقتصاد العربي إقتصاد لازال إقتصاد رائعي إقتصاد غير ديناميكي لا يولد فرص عمل البطالة وصلت في بعض الآن متوسطها 25% في الدول العربية في بعض دول دخلت في الثلاثينات في بعض دول 33% و 35% أمثلة صارخة فأصبح الخوف الحقيقي هاجس سياسي أن أنا أعطي هؤلاء الشباب قروض صغيرة على أساس إيش أنه بدل من يجري في الشوارع ويعمل مظاهرات ويسبب عدم استقرار سياسي فيؤثر على صمعة الدولة ويؤثر على جهود الاستثمار وسياسات الاستثمار والذي حصل أنه لم يدرس لم يدرس أو لم تدرس تركيبة هذا المواطن هذا الإنسان كيف ربي وكيف علم وكيف تشكلت تفكيره وتشكلت قيمه وتشكلت سلوك لم يعود المبادرة لم يعود المخاطرة لم يعود القدس لا يوجد أي نوع من الاستثمار في الإنسان بالضبط وفكرة المشروع الخاص في الغرب يسمه هي فكرة حلم فكرة أن يكون لديك مشروعك وأنك أن تتكبر المشروع بل بالعكس هذه المشروعات أعرف كثير منها حورب على قدر معرفتي أنا ناس بيبعثونا رسائل بيعملوا مشروعات ناجحة بمجرد ما الحكومة تعرف أن المشروع ناجح أو بيصدر تلاقي الدرائب رح يتلو الدنيا رح يتقرب بيته ويشوف يشوفه مصدر دخل للدولة باعتبارها دولة جباية فأي مصدر دخل بتاخد منه فهذا الشاب البسيط اللي هو عمره ما عود أنه يقوم بمبادرة أو يقوم بمخاطرة وكذا بيلاقي عنده مبلغ من المال وهو عود أن يفكر له وأن توجد الحلول له فبيتخبط ويتعثر ولما بينتج بتواجه مشاكل مهارية أنه ما يقدرش يسوق المنتج تبعه فيلاقي نفسه إيش أنه في قضايا أمام الدولة ويروح البورصة والإرشان يضيعه في الغرب لا هو مذهب تمكين ومش مذهب تسكين نقطة مهمة هذه يعني هناك فرح مذهب التسكين ومذهب التمكين التمكين أن تمكن المواطن من أن يلعب دورا فاعلا في نمو الاقتصاد القومي للبلد ليش؟ لأنه عنده كل الإمكانات لأنه ولد مواطنا قادر على المبادرة ومتعود يشارك ومتعود يخاطر وبالتالي المشروع الصغير هو فكر قبل أن يكون صق ملكية نحن تعودنا تحويل الوحدات الضخمة إلى وحدات خاصة حول العمال بعد ما كانوا عمال حولهم إلى أصحاب ملكية القضية هي قضية مهارة هو قضية فاقد الشيء لا يستطيع أن يعطيه لأنه لم يعود أن يدير من منظور المشروع الخاص لنسبة التعثر عالية جدا هناك مشروعات صغيرة في المنطقة العربية في مصر وموجودة في السعودية وموجودة في الإمارات لكن ما مدى مسؤوليتها عن خلق وظائف عمل لهذه القوى القادمة سوق العمل سوق العمل يدخل الآن ثلاثة مليون مواطن عربي كل سنة عندنا أكثر من ستين مليون عاطل على العمل يدخلنا ثلاثة مليون في ضوء هذا الركود الاقتصادي الركود ليس معنى أنه فيه فلوس فيه فلوس يجلب بترول لكن الركود أنه عدم توفر الديناميكية الاقتصادية المنتجة التي تستطيع أن تولد فرص عمل للأيد العامل القادمة لسوق العمل فيتحول المشروع الصغير إلى عبر إضافي بدل أن يكون هو الحل فيتحول العبر لأن الشاب يظل هو بنفسه لا يقدر يسوق فبسكر المشروع لا تحاربها وتعتبرها مشاريع للجباية وجامع الأموال مما يؤديه العثارات تؤدي إلى ما يعيشوه الناس إذن القضية قضية سياسية طبعاً ما نقدرش نستبعد وقضية عجز حكومات عن التخطيط ما نقدرش نستبعد السياسية وعجز حكومات عن تفكر لشعوبها وأن تدفع شعوبها أن يشعروا أنهم مواطنون مسؤولون عن هذا الوطن هو الأسف سيد أحمد أنا ممكن أدعي أن نحن نمر بحالة تيه أعرف التيه بتاع موسى سيدنا موسى استمر أربعين سنة نحن في التيه بأينا سبتين سنة لكن التيه اللي احنا مرين به أصابنا بحالة دوار اتخاذ القرار أصبح في الاتجاه الخاطي التخطيط في الاتجاه الخاطي فيه إنعدام رؤية فيه ضبابية كاملة ليش؟ لأن العالم الجديد اللي بيتشكل بيتشكل مفاهيم لم يعحدها العقل العربي من قبل وبالتالي هو في حالة تكلس وفي حالة عجز لا يعرف ماذا يفعل معنى ذلك أن المشروعات الصغيرة هذه لها أهمية استراتيجية كبيرة آه طبعا ما طبيعة هذه الأهمية؟ الأهمية الاستراتيجية أن هي تحول المبادرة من الحكومة إلى المواطن فتخلق ما يعرف بالسيستينبليتي استدامة الإنتاج استدامة النمو لأن المسؤول عنه مواطن ليس مسؤول عنه مادة أولية وفيه مصلحة حقيقية المواطن أن ينمو بمشروعه لو انتقلنا للجاهب الثالث أنا لاحظت في التقارير أن المرأة لعبت دور كبير جدا في عملية النمو التي تمت لأن مشكلتنا مشكلتنا أيضا هي مشكلة نمو لا يوجد أي اهتمام بالتنمية في مناطقنا وإنما عمليات نهب كبيرة تتم كيف لعبت المرأة دور في عملية النمو في تلك الدول التي قامت فيها عملية تنمية كبيرة أهو الحقيقة الواحد لما يشوف الأرقام أستاذ أحمد أيضا نضيفها لموضوع المشروعات الصغيرة والتوجه نحو الصغر في تكنولوجيا نشوف المرأة باعتبارها من الفئات المهمشة أو هكذا درجة ثقافتنا هي من الفئات المهمشة حتى على المستوى العالمي مش عربيا بس نجد أن المرأة في تقرير نشر في الإيكونوميست من حوالي ثلاثة أسابيع وجد أن الناتج المحلي الإجمالي العالمي مسؤول عنه بأكثر من خمسين في المئة دخول المرأة إلى سوق العالم المتقدم أغلب الدول الآسيوية عندي جدوى الرقم 9 في الإحصاءات رغيبة تصل 83 امرأة 83 امرأة في كل مئة رجل في مقابل كل مئة رجل القوة التصديرية أن أغلب الصناعات التصديرية في آسيا مسؤولة عنها المرأة من 60 و 80% من الوظائف في العديد من قرارات التصدير بالضبط مثل المنسوجات والملابس بالضبط فدخول المرأة هو بهذا الاقتحام الغريب أن الإيكونوميست داريسي الإيكونوميست يقول أن إسهامها في الناتج المحلي الإجمالي العالمي أكثر من مساهمة الصين والهند والتكنولوجيا الجديدة شوف إلى هذه الدرجة هذه الفرص الحقيقية الموجودة عربيا وإن كانت حصون الثقافة التقليدية تقف عائقة أمامها أن المرأة عربيا هي أكثر العناصر استدامة في التعليم الذكور عادة في أغلب دولنا العربية من المرحلة الثانوية يتسربوا المرأة هي التي تواصل تلاقي المرأة داخلت مجالات عديدة عندنا أحد الجداول عينة من حوالي خمس أو ست دول عربية لو في الإمكان أن نعرض هذا الجدول رقم خمستاشر رقم جدول خمستاشر سوريا واليمن والإمارات ومصر والسعودية ستلاقي أن المرأة شوف الإمارات مثلا المرأة في مجال الطب في مجال الهندسة في مجال العلوم يعني في خلال خمستاشر سنة فقط هذه هي التوقعات الأقل تفاؤلا أن تصبح القوة القادرة عربيا على إدارة دفة الأمور واتخاذ القرار في المنطقة العربية من النساء والرجال يشتغل طبعا لأنه سيكون أقل كفاءة يعود في البيت ويشتغل جوز أقل كفاءة والغريب أن وجدت بعض الدراسات أن النساء العاملات أكثروا نجاحا في البيت يعني هذه المفارقة لأن كاتل مقولة التقليدية السائدة أنها عندما تشتغل تضحي ببيتها ووجدوا أن المرأة التي تشتغل يكون أكثر حرصا لأنه فيه ضغط من الزرور هنا نوعية الشغلة مهمة أيضا يعني توظيف المرأة في المجال الذي تبدع وتنتك فيه وليس إطلاق المرأة لكي تعمل في كل شيء ما هي كلمة تبدع هي الكلمة السحرية لأننا لو تكلمنا بعد شوي على مفاتيح القوة في العصر الجديد ما هي مفاتيح القوة في العصر الجديد أنا ممكن أشير ثلاث أشياء ثلاث مفاتيح حاكمة الحقيقة المفتاح الأول إرادة والإرادة كمفهوم دارسي مفهوم القوة من القرن 19 إلى اليوم في مجال العلاقات الدولية لم يستطيعوا أن يجدوا حلا لكيفية قياس ما يعرف بالإرادة ولعل وضع العراق اليوم هو مثل شاهد على ذلك فيتنام مثل آخر طلع واحد اسمه بالدوين من سنة 79 يتكلم على تناقض عدم تحقق القوة كيف دولة ضخمة زي الولايات المتحدة بهذه القوة المحسوسة القوة المادية تفشل فيتنام وتفشل في الصومال والآن تفشل في العراق كيف أمام قوة قزمية الفرد والجماعة أصبح هم اللاعبين الحاسمين حاسمين فيه دي نقطة مهمة نريد نستوضحها الآن في قضية صناعة القوة وأنت أشرت إلى أن المجموعات الصغيرة في المقاومة العراقية التي تتشكل من ثلاث وأربع أفراد فقط هي التي ترهق الوجود الأمريكي بشكل رئيسي في العراق كيف يستطيع الفرد الآن الآن الناس تشعر بنوع من العجز تشعر بنوع من الإحباط حتى على مستوى النخب فيما نقرأ لبعض النخب نوع من الإحباط عالي جدا كيف يستطيع الفرد أن يتحول إلى فرد مؤثر إلى فرد صانع إلى فرد كيف تستطيع مجموعة صغيرة أن تتحول إلى هذا في ظل عملية الإحباط وفي ظل عملية الجباية والهيمنة واستخدام القوة التي تستخدمها الأنظمة العربية هو أولا أن عامل الوقت مهم جدا أستاذ أحمد يعني أنا لا أستطيع أن أنكر أن جيل أبنائنا أكثر قدر على الفعل وأكثر التصاقا بالمستقبل من جيلنا الحالي جيلنا إحنا أو جيل من سبقنا هو جيل مؤدلج بالدرجة الأولى الجيل القادم هو جيل يمسك بمفاتيح ما يشكل حضارة الرابعة اللي هو التكنولوجيا طيب إحنا هنقعد نستنى ولا المفروض نعمل من أجل أنه لا الغريب أننا نطرد من بلادنا لأن البطالة غالبها يشكل من هذا وبالتالي حوالي 54% منهم أبدو رعبة في الهجرة وذلك هو الدمار الحقيقي للمستقبل يعني المفارقة اللي دائما بكررها في اللقاءات أن العواجيز واللي يملكون لغة العصر ولا يملكون مهارة العصر هم اللي بيشتغلوا والشباب اللي يملكوا لغة العصر ويملكوا مهارة العصر هم اللي يعطين عن العمل فمفارقة غريبة جدا يعني وهذه أكبر نكبة ممكن تواجهة كل واحد موجود في منصب مش عايز يسيب ولا ما يموت طبعا في حكام بقى لهم 35 و 25 و 20 بكل الطاقم بتاعهم والدنيا واقفة فالمفتاح الأول هو مفتاح الإرادة الإرادة بدءا من غاندي وانتهاءا بالمقاومة العراقية في أشكال مختلفة معنى ذلك أن هذه الإرادة لابد أن تنبع من الشعوب هذا صحيح الإرادة لازم تكون لا تلوم الحكومات هو الحكم يفضل قاعد على قلبه الحد ونحن من الزمان يدرسون إذا الشعب يوما أراد الحياة إذا الشعب بس الحقيقة ما هو الظلم والقهر والاستبداد والقمع والفقر والحرمان والنظر الآخر المتقدم هذا يولد قوة شحن في النهاية الناس مهما طال بها الزمن لا بد أن تمسك مقاليد الأمور بيديه الأمر الثاني وهو في غاية الأهمية هو موضوع السرعة يعني قلنا أول شيء الإرادة الأول مفتاح الإرادة طول ما الشعوب ما عندهاش إرادة والأفراد ما عندهمش إرادة نيرى عليهم الفتح حتى إرادة الموت ما يسمى بالانتحاريين هو شراء للحياة نعم طبعا هو محافظة على الحياة هم يصنعون الحياة هم يصنعون الحياة فعلا نعم الإرادة هو أمر غير متنازع عليه بين كل اللي بيدرسوا العلاقات الدولية السرعة الأمر الثاني اللي طرحته الحضارة الجديدة هو عامل السرعة السرعة بتتلم تكنولوجيا وبالتالي الآن الناتج المحلي الإجمالي العربي قارب على 800 مليار دولار نحن نقول يعني في المؤسسة اللي أنا أنتمي إليها ما هو مطوب 2% فقط من نتج المحلي الإجمالي العربي بيعطيني حوالي 16 مليار دولار كافي لإحداث نقلة نوعية على هذه الأرض لو توفرت الإرادة لو توفرت الإرادة لو توفرت الإرادة هيحدث اختراق حقيقي تعليم حقيقي لكن في بعض السقارير تشير إلى أن 45% من هذه الميزانيات وربما أكثر تذهب في الهدر وفي السرقة وفي النهب وانت بس عايز 2% عشان تعمل نهضة في الأم هو مغزة هذا الكلام السيد أحمد اللي بنقوله مغزة كبير جدا لأن العرب الآن أنا رأيهم بين طفرة موؤودة وطفرة مولودة طفرة الحالية طفرة الحالية الجديدة هذه طفرة مولودة وهم بردموا البحر ووعدت وغتيلت فعلا لأنها كان فيها نماذج ولم يحتذى بها الطفرة الجديدة أنا خايف وعندي هاجز كبير جدا من المفرقة الغريبة والمضحكة أن البنك الدولي بالأمس يوجه نصيحة لدول الخليج العربي تحديدا بعدم صرف هذه المبالغ الضخمة المتولدة على الطفرة الثانية ارتفاع أسعار النفط في بنية تحتية كما حدث في الطفرة الأولى وقلهم حاولوا كما تستثمروها في صناعات تصديرية يعني البنك الدولي أصبح أكثر خرص البنك الدولي يعني من المفرقات المحزنة والمضحكة في نفس الوقت ثالث حاجة قلنا الإرادة والسرعة الثالث حاجة هي قضية الإبداع والتجديد يا سلام الإبداع والتجديد معناها لازم أنك أنت النظام التعليمي الحالي ينسف نصفا مناهج مختلفة تماما تدعو إلى عقلية حفرية عقلية مبدعة عقلية خالقة تخلق في الأرض تعايز إرادة طبعا ما هي الإرادة عشان كده احنا حطيناها المناهج دي معمولة مفتوصة عشان تدمر الأجهزة المفتاح الأول اللي بيحدث الآن في دولنا العربية تقريبا بدون استثناء أن هناك توجيهات بتغيير المناهج نحن نشيل من الدين آية كذا احذف كذا احذف كذا المناهج بتتحطف الأمريكا دكتور الواتي حتى مناهج الدين المطلوب هو تكثيف المعرفة ليس تقليل المعرفة يعني مفارقة غريبة ولو الناس فهمت وبعد ذلك تشيلها من المدارس طب أنت حتشيلها من البيت طب حتشيلها من دماغي أنا لما أدرس ابني يعني تفكير غريب أنت تسلح الإنسان الإنسان الآن أصبح هو مورد الأمن القوم الحقيقي العربي تحولت الحدود والعلم والأيديولوجيا تحول إليش إلى إنسان الأمن القوم الآن محصول في إنسان يا إما لك أم عليك وأصبحت قضية تصالح الأنظمة مع شعوبها قضية مصلحية مش قضية خوف لأن هذا الزخم المعرفي الموجود في كل بيت اليوم عن طريق الكمبيوتر عن طريق الفضائيات لو فعل عن طريق قضية المشارقة لخلقت الإنسان الديمقراطي وبالتالي تحولت الهياكل الديمقراطية إلى هياكل فاعلة كيف تستطيع في دقيقتين الآن في ظل هذا الوضع في ظل إمكانية أن يقوم الفرد بتحقيق معادلات جديدة للقوة وأن تقوم مجموعات صغيرة فاعلة بالعدم انتظار الحكومات حتى تفعل كيف يستطيع الإنسان العربي الذي يسمعنا الآن أن يتحول إلى إنسان فاعل وفق المفاهيم الجديدة للقوة القضايا الإبداع وقضايا المشاركة لها دوائر مختلفة كما تحدثنا في حلقة سابقة حتى لا يتحول الحديث إلى توصيات للأنظمة لنفرض أن الأنظمة ملاش رغبة أن هي تسوي شيء مصلحتها أن تستمر الأمور لنفرض ذلك هل معناها أن نستكيل لذلك؟ قدرة الفرد على الفعل عن طريق جهاز كمبيوتر وعن طريق دائرة عمل وعن طريق دائرة بيته أصبحت قدرة لا متناهية وفي تعظم مستمر بايدا المنافسة ما بين الدول في العشرين سنة القادمة ستكون قضية التصغير كلما جزأنا القدرة على الحركة وحصرنا الحركة على مستوى الفرد كلما تعظم الأثر أكثر كنت أجري حوار مع رئيس وزراء عربي وقال لي بفخر وأنا أحدثه عن ما تنتجه إسرائيل وما تصدره من الكمبيوتر قال لي إحنا بنصدر بطاطس قضية الإبداع الآن حضرك بتتكلم عن تصغير النانو كمبيوتر وبعض الدول العربية تفخر بتصدير البطاطس لسا عايشين في عصر البطاطس بطاطس صغيرة برضو القضية الجوهرية في موضوع الإبداع لا بد لنا من قراءة جديدة للتراث التراث أسيء فهمها لا بد من قراءة متحررة قراءة متحررة قراءة تعيد للعقل مكانتها الحقيقية تعيد للإبداع مكانتها لأن قراءة التراث بغرض الاكتشاف غير قراءة التراث بغرض وظيفي أننا أستعين به لتجسيد وترسيخ أوضاع قائمة النقطة التي أريد أن أشيرها أيضاً في قضية الإبداع وهموية خلاص خلص الوقت للأسف خلاص يصرخ عليها ولم نستكمل كثير من المحاور كالعادة وهناك مشاهدين بقوا على الهاتف أعتذر إليهم لعدم المشاركة ربما نتمكن في حلقة قادمة يترقبها المشاهدين من أن نستكمل الموضوع شكراً جزيلاً دكتور كما أشكركم مشاهدين الكرام على حسن متابعتكم في الختام نقول لكم تحياتي فريق البرنامج وهذا أحمد منصري وحييكم بلا حدود والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر